كان لافت تسارع موضوع الفيول الإيراني والتحدث عن أنه إيران ستزود لبنان ستمائة ألف تون من الفيول على مدى خمسة أشهر هؤل ستمائة ألف تون بأمنه تغذية بين الخمس والست ساعات بهذا النهار كيف تقرأ هذا الأمر؟ أول شيء هذه شغلة كثير منيحة لأن هذه الخمسة أو الست ساعات بيغطولنا ووقتي اللي بيطفوا الموتر بيصير اللي عنده اشتراك متر بيصير يقدر يضوي كل الوقت هل قد بساطتها ولا وجود إيران تحديدا؟ لا أنا رح بسط لكيها أنا رح بحكي بالأول بسيطة أنه نحن هلأ رح يجينا ما يؤمن خمسة أو ست ساعات كهرباء بيصير فينا نسد العجز يعني بيصير عندك ضوي كل الوقت بالمبدأ الشغلة الثانية الأساسية اللي ما لازم موحد ينسيها هي أنه مشكلتنا نحن مش أنه ما عنا فيول مشكلتنا أنه الكهرباء بتخسر معنا يعني الكهرباء حقها مصاري نعم إذا أنت شتريت فيول أنت الدولة اللبنانية عندها معامل تغطيلك على قليلة خمسة عشر ساعة بالنهار تعطيك كهرباء وفيها تجيب فيول منش أنت تغطي مالخمسة عشر ساعة نعم بس إذا جيبت فيول الفيول عم تشتري بالعملة الصعبة وعندها مشكلتان مشكلة أنه التعريفة هي صغيرة والمشكلة التانية الجيباية يعني جزء من هالكهرباء اللي عم توصل لبيوت الناس عم تكون يا أمة مسروقة لأنه في تعليق عشرية يا أمة في ناس مش عم يدفعوا الفوتير بعدنا هلأ بهذا الوقت بعد العددات ما في عددات في مناطق يعني عمل حملة طويلة عارضة لوزير رائد خوري بخصوص العددات ومش العددات طويلة عارضة عددات الموتورات عفوا معدات وفي عددات للكهرباء ما في عددات للكهرباء في مناطق من الآخر في مناطق ما بتدفع كهرباء ما في ناس عم تجيب Pedro بعدنا لهلأ ما في جابين أعطيها يعني اللي بيدفع حق للمطار 50 بيُدفع 25 للدولة بس نحن منعرف أنه هذا مافيا كل الناس متعرف أقلو مرائبة الكهرباء لبنان منعرف تقطع المطار تجي الدولة تقطع الدولة مع المطار مضبطينة بين بعضهم. إذا كان بدينا نكفي هيك بناتها. ما في دولة. هلأ الدولة قطع الكهرباء وما حق قطع الكهرباء. لأنه بتخسر. إذا الدولة ما قدرت تتأمن الجي باية. ما فيها تعطي كهرباء. هلأ نحن عم ناخد كهرباء ببليش. مشكورين الإيرانيين عم بيعطونا كهرباء ببليش. عم بيعطونا فيول ببليش. نحن منضوي. في الحاكة إنه هيدا الفيول مدفوع. مش ببليش. بليش. ولا مدفوع. شو ما كان. بس. كله هيدا ما له معنى. كله لحص مبرد. يلي لازم يصير لازم يحط عددات زكية بكل لبنان. تعرفينه في مناطق مثلا. نعم. 70% هادر الكهرباء فيها. أي مناطق يعني. يعني البقع والشمال 70%. ليه؟ لأنه فيه ناس معلقين عشريت. وناس ما بيدفعها. وناس ما عنده ساعات كهرباء. بس بالبقع والشمال ولا بكل المناطق؟ لا. يعني فيه نسب محطوطة وزارة الطاقة. حطيت النسب بدي كلك يهون. لا. البقع 67. الشمال 67. جنوب 50. جبل لبنان الشمالي 13. جبل لبنان جنوب 34. نعم. وبيروت 12. هلأ. المشكلة بالفيول الإيراني مش فكرة التغذية. لأنه نحن عنا فيول عراق. عنا فيول مصري. مباحثات مستمرة. هي مشكلة قدي قراءتك أنه الفيول الإيراني اللي في عقوبات على إيران. رغم أنه لم تختتم مفاوضات فيينة بعد للتوصل إلى أي اتفاق. ونحن عم ناخد من هيدا الفيول. إذا كان الفيول الإيراني هبة مش عم بينباع. ما بيتطبق على العقوبات. هلأ الدولة اللبنانية. الحكة هين أنه تقول نحن أنه بالمبدأ شعب اللبناني بيقلك خوض منهم وشو ما عملوا يعملوا. أنا بقوله. هي اختنقنا. يعني من وين ما بتكون تجيبوا الكهراء. والمهم بدنا كهراء. صحيح. بس بديك تشوف كدهش تداعيات ضرر إذا كان. قالوا لك أنه إذا بتاخد من إيران ما بعرف شو العقوبات. بس مثل ما أنا بعرف إذا كان هبة. وعم بيقولوا أنه هبة لا يخض على العقوبات. إذا كان فيه احتيال للموضوع. على الموضوع ما بعرف. بس مهم أنه يجينا فيول. مهم أنه نضوي. بس الأهم إنها الشبكة تتحسن ويصير اللبنان عنده قدرة يجبه. يجبه حق أفوتيره. لأنه هلأ بسبب الطاقة الشمسية والطاقة البديلة. بتعرف أكثرية البيوت في لبنان ركب الطاقة بديلة. صحيح. وهذا رح يخفف العبء يلي يترتب على الدولة أن تأمن كهرباء يعني. صار الدولة يجب أن تعطيك كهرباء أقل. لأن جزء من كهربتك صارت جاي من الطاقة الشمسية. وهي شغلة كثير منيحة. هلأ إذا أنت صار بدك أقل يعني بدك معامل أقل. بس مش هلقدة يعني بسيطة معامل أقل. كلهم يعني منهم كميات كبيرة الناس اللي كانت قادرة أساسي. يمكن عشرة بالمية ولا شيء. يمكن أقل بس عم بقول أنه هلأ لأتي جاه صار هيك. يعني نحن نحتاج أقل. يلي لازمنا أنه نقدر نجي بكهرباء من وين مكان. ليش كأنك عم بتلطيش. لا مع بلطيش على أي منطقة. أسترقى موجودة وين مكان. أنا حد بيتي في ناس بيسرقوا كهرباء. مش عيد المهم. بس لازم يتوضح هذا الموضوع. بتحطي عدات زكية. يعني مثلا بمصر. بكينيا. عم بحقيكي بلدين مش بأميركا. صحيح. هيدا مخصخص. وإنت بتدفع بري بايد. مثل ما بتعبي تلف. ليش تلفون سلولير ما حدا بيسرقوا. ما حدا بيقدر يسرقوا. يعني بتعرفي بتفوت أنت على مدخل زحلة. عم بفتلة زحلة. عم بعطي رقمها. يلا. ميجاوات كهرباء. وهيدا الحي بفتله ألف كيلوات. نعم. هذا الحي بفتله ألف كيلوات. قدام فوتر. فوتر تسعمية. يعني في مية يسرق. نعم. يعني الفنيين اللي بيشتروا بهالموضوع بيقدروا يضبطوه بكتير كتير كتير سهولة. نعم. هل أزر الوضع؟ إذا كنت أنت عندك بحمية ما بيقدر حدا يفوت عليها. وإذا تفوت عليها بيسرين عندك مشكل. وهون مش عم بيحكي عن الضحية الجنوبية. لأنه الناس صار عندهم هيك. أنه ترندي يعني. ما بيدفعوا بالضحية. نعم. كل المناطق ما بيدفعوا. مش بس بالضحية. مش بس بالضحية. يمكن الضحية تدفع أكتر من عدة مناطق أخرى. هذا الكلام يعني أنه أنا بشوفها. ما أنه مقصود فيه بس مقصود فيه اللبنانيين. اللبنانيين اللي ما بيدفعوا. نعم. دغري بيقول لك الضحية. ضحية. شو الضحية؟ تنفوت على ملف الحكومة. مؤشرات إيجابية جدا. تتحدث عن قرب تشكيل الحكومة. نحن ننتظر الرئيس ميقاتي اللي قال. أنا رحنين بأصر بعد مهم تتشكل الحكومة. فجأة ونعشت يعني. ونعشت دوران الحكومة لا تتشكل. لأي درجة فعلا هذه الإيجابية هي صحيحة. وهل تتوقع تشكيل الحكومة قريبا؟. الإيجابية هي صحيحة لأنه دول العالم كلها والسفراء عم بيطلعوا عن فخيمة الرئيس. وعم بيحكوا مع دولة الرئيس ميقاتي. أنه لازم تتشكل حكومة. أنه ما بدنا نخلق أزمة دستورية. أنه بيخلص عهد رئيس الجمهورية. ما فيه انتخابات رئاسية. تجي حكومة مستقيلة. يعني هي حكومة مش موجودة. حكومة تصريف أعمال. هي بتعمل تستلم مقام رئيسة الجمهورية. هذا الشيء منه مزبوط بالمنطق. وهذا الشيء منه مزبوط بالدستور. وهذا الشيء فخيمة الرئيس ما رح يقبله. برأيك خافوا من كلمة الرئيس الأخيرة. اللي قال فيها من بعد ما كان صار له شهور عم بيقول أنا بـ 31 تشرين الأول رح أترك. ولكن من التفاجأ أنه بيقول بآخر مقابلة. ولكن إذا كان الوضع طبيعي بما معناه. فيه خوف برأيك من أنه هو بده يترك. هو بده يفل بـ 31 الشهر رح يترك أصر بعبدة. محصوم. بس فيه حلول كتير كبيرة غير قصة أنه يبقى أصر بعبدة. مثل؟. بعين حكومة. ما بيقدر يفضي يعين حكومة. بلو بيعين حكومة. قبل الطائفة. ده هيا نخلصنا من بعد الطائفة. فيه إلى اجتهادات قانونية من شان يعين حكومة. هلأ بتعرف أنت أنه كل المشاكل نحن والرئيس ميقاطي. مقلة تبرير دستوري أبدا. يعني سبنا حكينا 500 مرة. إذا بتطلع على نص الدستور نص الدستور ما أعطى للرئيس الحكومي المكلف حق تصمية الوزراء أبدا. بالاشتراك مع رئيس الجمهورية ولكن. يوقع مع رئيس الجمهورية. لا أول تسمي ما هو رئيس الحكومة. لا يوقع. بتعرف أنت بفرنسا. هو اسمه رئيس الحكومة. يعني هو بناء وزراءه. لا أبدا. بفرنسا رئيس الجمهورية يسمي الحكومة ويسمي رئيس الوزراء. بتعرف أنه رئيس الحكومة بفرنسا بيوقع مع رئيس الجمهورية الحكومة كمان؟ نعم. ما نحن أساساً إخدين من فرنسا يعني هم بيوقع مش بعنيتا مش بعنيتا أنهو بنقيهم كلهم هونيك بيوقع كمان وما بنقي شيء مية بالمية ولكن هذا لا يعني أنهو كمان بس بيوقع رئيس الحكومة بس هل يعني هذا الأمر أنه رئيس الجمهورية بس بيوقع؟ لا كيف بنحلها؟ كيف؟ ماكسيموم نص بنص بس رئيس الحكومة ومن وراء رئيس الحكومة وراء أسعب حكومات الماضيين من كم سنة الماضية بيعتبروا أنه هن بنقيه ورئيس الجمهورية بيوقع هذا الشيء ما ممكن يصير وهون أصل المشكلة لأنه الرئيس عون ما قبل أنه يخلق هالسابقة أنه رئيس الحكومة هو بنقيه وبيجي رئيس الجمهورية بيوقع معه ولا النصطور الدستور واضح والنص واضح بأن رئيس الحكومة يوقع مع رئيس الجمهورية